اشتركوا في القناة في مقر مضخات المياه التي تقوم بسحب المياه من البحيرة لرأي الحقول الزراعية التابعة للوكالة وتسهم هذه المضخات بشكل كبير في عملية الإنتاج والإنتاجية للمحاصيل الزراعية وبخاصة في موسم الشتاء والصيف هذا وقد قدم مسؤول محطات مضخات المياه إضاحات مفصلة حول التسير الجيد للمضخات ومع الصعوبات التي تعيق سير العمل بها أما الزيارة الثانية للوفد فكانت في عدد من الحقول الزراعية بإقليم البحيرة والتي شملت كل من منطقة ميليا للنازحين التي تبعد عن مدينة بول بحوالي ثلاثين كلمتر وكذا منطقة كينجيريا حيث لاحظ وفد الوكالة بأن العمل الزراعي يسير بطريقة جيدة جينا هنا في إقليم أنا لك إقليم أنا لك مثل ما قلت إقليم من ناحية نزراء إقليم كبير لأننا عندنا دراسات كي تخص الأمناشمة في الوادي وفي البولدير لازم نهددو الدراسات تكون وين هددنا بكان الدراسات التي لازم تقع والأكيب شلنا ودينا في الترى من عميس الحملة الزراعية هنا السنة كيف المطر كيف وهل المزارئين تهسها لينزرؤوا زيادة من السنفات ولا من ناحية المساحة إن هذه الزيارة التي قام بها المدير العام للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية والوفد المرافق له إلى إقليم البحيرة تدخل في إطار الحملة الزراعية للعام 2018 والتي تهدف إلى تحسين عملية الانتاج الزراعي وكذا تشجيع المزارعين من أجل المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني ونشير إلى أن زيارة وفد الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية ستشمل كافة الأراضي الوطنية بغية المساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة من الحملة الزراعية لهذا العام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة